من موقع إلى آخر تتحرك قبائل المهرى ذوداً عن السيادة تفترش الأرض وتلتحف السماء وتتسلح بإرادة لا تلين منطقة طوف شحر الواقع إلى الشمال من محافظة المهرى وعلى الحدود الدولية المشتركة مع السعودية شهدت آخر هذه التجمعات والاحتشادات من قبل المئات من أبناء المحافظة رفضاً للإجراءات السعودية التي تتم على أرضهم المواجهة التي يخوضها أبناء المهرى ضد الاستحداثات السعودية متعددة الأشكال والأهداف تأخذ بعدها الميداني عبر هذا التحرك الذي قام ويقوم به هؤلاء إصراراً منهم على إزالة ما يرونه استحداثات تمهد لمصادرة السيادة على أرضهم من قبل الجارة الشمالية نحن هنا في هذه المنطقة هذه الوجهة كلها أتت لإرسال رسالة إلى كل المعانين بالشان اليمني من القيادة اليمنية من تحالف من كل الدول المجاورة أنه الذي يحصل الآن غير مقبول أطلاقاً هذه الأشكال والعلامات الإسمنتية تنتزع من هنا بعد فترة وجيزة من استحداثها من قبل فرقة هندسية تابعة للسعودية على مسافة تصل إلى 36 كم في عمق الأراضي اليمنية في إطار مخطط يرمي إلى تنفيذ مشروع الجادل لا يزال يدور بشأن طبيعته في الوقت الذي يرجح فيه الأهالي بأنه إن كان طريقاً أسفلتياً فليس إلا تمهيداً لإنجاز الهدف الأهم وهو مد أنبوب نفط سعود إلى ساحة المحافظة المهرة تراجع اللواء 11 حرس حدود التابع لجيش اليمني عن معارضته هذه الاستحداثات بعد تلقيه أوامر عليا بغض الطرف لكن أصحاب هذه الأرض يواصلون مواجهة ما يصفونها مخططات الهيمنة التي تجري في هذا الظرف الاستثنائي من تاريخ البلاد عشر مواطنين مستعدين في شلوان هذا المشروع مهما كانت الجيوش نحن لن نسمح وهذا الجيوش لن تسمح أطلاغاً دشن أبناء المهرة منذ مايو الماضي تحركاتهم الشعبية الواسعة لمواجهة الانتشار العسكري المكثف للقوات السعودية في محافظتهم ومنذ ذلك الحين والمواجهة تتجه نحو المزيد من التصعيد بعد أن نقضت السلطات السعودية اتفاقاً أبرمته مع أبناء المهرة لإنهاء ظاهرة الانتشار العسكري خصوصاً في المنافذ الرئيسية للمحافظة والأسوأ من ذلك أن هذا الانتشار بدأ يتسع أكثر فأكثر ليشمل كامل تراب المحافظة في مؤشر نراه أبناء هذه المحافظة خطيراً لجهة نوايا المملكة ومخططاتها التي تستغل ضعف الدولة اليمنية وهشاشتها لفرض وقائع جديدة تشكل مساً مباشراً بالسيادة الوطنية للبلاد